انا تزوجت في 18 شهور وبعد وبعد اتنصب علي من اهلها في مبلغ كبير ولما دا بي الحال قالت لي انا مش طيق العيشة معاك فسبتها عند بيت اهلها لها 3 شهور هناك حتى بقت تخرج من ورايا ماذا افعل معها طيب مش هو اللي الفسبتها عند بيت اهلها اه لها 3 شهور هناك لا نفقة ولا حياة زوجية هو المخطئ ماذا افعل معها يعني تفعل معنى تقوم بواجباتك الزوجية ما هي واجباتك الزوجية القوامة بالانفاق بان تكون قيما عليها يعني ان تعاشرها بالمعروف او ان تفرقها بالمعروف انما اصطنا فتاة دفعت واتنصب علي من اهلها في مبلغ كبير القصة بدلوقتي قصة اموال ما بقتش قصة ولما دائق بي الحال قالت لي اه اذا المسألة هي داخل على فلوس وانت داخل بتحسب الفلوس اللي تسرق او اتخذت منك اي لا الزواج ما هواش فلوس يا جماعة الفلوس الناس اللي ما بتشدد فيها معناه بتحول بناتهم لسلعة وانت بتقبل انك تكون جزء من الصفقة اي الزواج انك انت اقتنعت بامرأة عايز تقيم انت وهي اسرة هيجي اولاد وبيت واسم وتشيلها اسمك نعم الزواج يا جماعة مش مجرد شهوة اه جزء منه قضاء شهوتك مش عيب التحصن ده مش عيب انما العيب ان احنا نبقى حصرين الزواج في ساعة الجماعة طالت ام قصرت في اول الزواج ثم بعد ذلك بتاخد مسارها الطبيعي اي الباقي بعد كده ايه في اولاد وعيشة لو تربية يعني انت هتعيز زوج خليك يا عم اول سنة قاعد لا هم لك الا المسألة الجنسية حق في اولاد بعدين بيط أب حقك برضو للشهوة لكن في جزء في حياتك بقى في مولود له حق انك أب بس الوقت اللي كان بيستقطع لشيء واحد بقى يستقطع لكذا شيء لكذا شيء وزينا ما كنت لو بطورك بيط معاك امرأة صحيح فهنا يا جماعة القصة مش قصة صبتها عندي اهليها طب صبتها ليه عندي اهليها مين بصرف عليها عندي اهليها انت وعيم غضبة ليه يقيت لك انا مش طاية العيشة معاك يعني مش طاية العيشة معاك يعني بالسلامة روحي ده بك الحال اتغارت حالك طبيعة الناس كده بتزمزق تزمجر لكن الناس تتحمل بعضها بعضا ماذا افعل تذهب تروح تجيب زوجتك وتعيش معاك تمام جزاكم الله خيرا